نذهب عزيزي الطالب إلى أحكام الميم الساكنة وهي سهلة جدا جدا وهي لديها كم حكم ثلاثة أحكام أحسنتم الأصل فيها الإظهار إلا إذا أتى بعد الميم الساكنة التي تأتي في القرآن عليها سكون أو شدة حرف الباء أو حرف الميم فإذا أتى الباء فإنها تخفى الميم الساكنة يكون فيها إخفاء شفوي وإذا أتى الميم فيكون فيها إضغام طيب نعطيكم مثال على الإظهار الشفوي مثال قوله تعالى يمحقوا يمحقوا وقوله تعالى وهم نائمون وقوله تعالى كأنهم لؤلؤ طيب قاعدة الإظهار أن تظهر الميم الساكنة عند جميع الحروف ما عدى الباء والميم مع الأخذ في الاعتبار شدت إظهار الميم عند حرفي الفاء والواو فإنها إيش تشد الميم طيب طيب هنا أتى بعد الميم الساكنة حرف الباء ما الذي يحصل يكون فيها أحسنتم يكون الحكم هنا إخفاء شفوي إخفاء شفوي نخفي الميم قال لك الميم الساكنة هي التي لا حركة فيها فإذا وقع بعدها حرف الباء وجب إخفاء الميم مع مراعاة الغنة مع مراعاة الغنة مثال قوله تعالى يعتصر الله ممتاز هذا هو مثالها إذن قاعدة الإخفاء كما هو موجود أمامكم إخفاء الميم الساكنة إذا جاء بعدها حرف الباء متحرك مع الغنة مع الغنة طيب ننتقل إلى الحكم الثالث وهو إذا أتى بعد الميم ميم أخرى إذا أتى بعد الميم الساكن ميم ميم فالحكم فيها ها ما الحكم فيها الإضغام أحسنتم الحكم فيها الإضغام مثالها قوله تعالى أمين كمي يمتعكم متاعا أمين كم من يمتعكم متاعا والقاعدة في الإضغام إضغام الميم الثاني إضغام الميم الساكن في الميم الثاني بحيث يصيران ميم وذلك بأن يستمر إطباق الشفتين سكر شفتيك أيها الطالب بمقدار حركتين حركتين الغنة عند النطق بحرف الميم المشددة